السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته من جميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن أشكر كل المتابعين الكرام الذين يتفاعلون مع الفيديوهات وأشكر كل المتابعين الذين يسألون عني وعن موقفي شكرا لكم كثيرا وحتى العطير عليكم أترككم مع عنوين هذه الحلقة شابة تتزوج من نفسها وتقيم شهر عسل أيضا التفاصيل في هذه الحلقة بعد تصريحاتها الأخيرة سعيد ويطا يعتزم مقاضات طليقتي بتهمة التشهير والإساءة الفنانة المغربية دنيا بطمة تلهب حفلة عقيقة رجواء السهل رشيد العلالي يصف مدرب المغرب بالخلل وزيتش ويقترح فكرة للتخلص منها تساعد فتاة هندية لخوض تجربة ارتباط غريبة جدا حيث آلنت عزمها على الزواج من نفسها خلال مراصيم حفل زواج تقليدي سيعقد خلال أيام لكن المثير أنها ستذهب في عطلة شهر عسل أيضا وآلنت الشابة الإندية كاشاما بندو البالغة من العمر 24 عاما أن يوم زفافها الغريب سيكون في 11 يونيو حيث ستدخل القفص الذهبي وحيدة بلا شركة متزوجة من نفسها وبحسب صحيفة The Times of India على الرغم من غرابة الحالة إلا أن حفل الزفاف سيشهد أداء الطقوس التقليدية في ولاية جورجارات مع ارتضاء اللون القرمزي مع استثناء أهم أركان الزواجة وغياب النصف الآخر أي العريس وقالت الفتاة في تصريحات لوسائل إعلام هندية لم أرغب قط في الزواج لكنني أردت أن أصبح عروسا لذلك قررت أن أتزوج بنفسي وتابعت الشابة التي تعمل في شركة خاصة قائلة ربما أكون أول من قدم مثالا على حب الذات في بلدنا مشيرة إلى أن الزواج الذاتي أي بالنفس هو التزام بأن تكون هناك لنفسك وحبا غير مشروط لنفسك إنه أيضا فعل قبول الذات يتزوج الناس من شخص يحبونها ونوات الفتاة إلى أن والديها بارك خطوتها وأن ما تحاول تجسيده في هذا الزواج هو أن المرأة مهمة كما تعتقد الأمر الأكثر غرابة هو أن الشابة أعلنت أنها ستذهب في عطلة لمدة أسبوعين كشهر عسل بعد إتمام إجراءات حفل زفافهما لكنها لم توضح كيف ستقضي هذه الإجازة الزوجية بعد تصريحاتها الأخيرة التي خرجت بها عبر وسائل الإعلام والتي أكدت من خلالها أن تعليقها يحاول تشويح صورتها عند المغاربة يعتزم سعيد ويطا مقاضات تعليقاته خديجة أسخير لسيما أن ما قالته خلق نوعا من الجدل الواتع لسيما أن الأمر تعلق بتبادل الاتهامات فيما بينهما وحسب ما نشرته أحد المواقع الإلكترونية فإن العداء المغربي السابق باشر فعلا في الإجراءات القانونية من أجل أن يتابع طليقته على خلفية الاتهامات التي وجعتها لها والتي اعتبرها مسئة لصورته ولإسمه عند المغاربة واتهم سعيد ويطا طليقته خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزيونية بالنصب مؤكدا أنه فقد جل أملاكي وأمواله التي نقلت إلى حسابات خارج المغرب سلام مرحبا 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 أحيت الفنانة المغربية دونيا باطمة مساء يوم الخميس حفلة عقيقة روان ابنة الإعلامية والممثلة رجو السهلي وكذا ختان نجلها أريان وأشعلت الفنانة الحماس في الحضور بأذائها المتميزة وأن أتى دونيا باطمة صديقتها رجو السهلي من خلال منشور لها على هسابها الشخصية على الإستجرام وأثنت على خطوتها بخصوص التكافل بالطفلة وكتبت دونيا باطمة قائلة ألف مبروك حبيبتي رجو العقيقة والخيتان اتربف عزك الحبيب ديالي أريان والغزالة روان تشوفهم كيف مبريته تفاعل الإعلامية رشيد العلالي مع المستوى الباهث والمخيب للآمال الذي ظهرت به العناصر الوطنية في لقائها الودية الذي جمعها خلال اليومين الماضيين مع منتقب الولايات المتحدة الأمريكية واختار مقدم برنامج رشيد شو خاصية أسطوري عبر هسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أجل التعبير عن غضبه من مدرب الأسود وحيد خلال وزيتش الذي أطلق عليه لقب خلال وزيتش مبديا رغبته ورغبة جميع المغاربة في راحلها مقترحا فكرة للتخلص منها وجاء في الفيديو الذي أطلب فيه العلالي قائلا تفرج في المتش البارح حتى أنتم تفرجوا تقصينا وتعصبنا وبقى فيها كثيرا في الجمهوردية الجالية في أمريكا الذي يتفرج باش يفرح ولكن المشكلة كانت خلال وزيتش في هذه المقابلة وعند هذا المدرب وتابع قائلا صراحة نحن ما كان فهموش في الكورة بالزافة ولكن هذا المدرب هذا نحن كنا نتمنى أنه يتم التعلاق معها وهذا مؤخر صداقة لكي تتسل ان تفرضوا فيه حنايا وفي الختام خاطب رشيد العلالي خليل وزيتش قائلا علاقة تمشي الكأس العالم تلعب مع بلجيكا وكرواتيا وكندا بهذا النبو هذا والله لخال الأوزيتش بالله يشار إلى أن المنتخب المغربي قد مني بهزيمة عريضة أمام المنتخب الأمريكي وبحصة ثلاث أداف من دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقانا على أرضية ملعب تيكي أيل بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية كانت هذه آخر فقرة في حلقة نرياضة اليوم شكرا على حسن المتابعة وإلى فيديو لاحق بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر